عقدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض اجتماعا موسعا مع المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية رانيا هدايا لمتابعة آخر مستجدات التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمنتدى الحضاري العالمي في دورته الثانية عشر خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر المقبل خلال الاجتماع قالت وزيرة التنمية المحلية أن المنتدى الحضاري العالمي يعد ثاني أهم فعالية دولية على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ وأهم منصة دولية معنية بقضايا التنمية الحضارية والعمرانية في العالم مشيرة إلى حرص الدولة المصرية لخروج المنتدى بشكل لائق لمصر باعتباره يمثل إضافة كبيرة لرصيدها الحضاري والعمراني محليا وإقليميا وعالميا